وصل البحارة المصريون العشرون الذين تم تأمين الإفراج عنهم باليمن إلى أرض الوطن بعدما جرى تأمين عودتهم إلى البلاد بتوجيهات رئاسية وفور عودتهم إلى البلاد توجه البحارة بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي وأكدوا أنهم كانوا على ثقة كاملة بقدرة مصر تحت قيادة الرئيس السيسي على إنهاء أزمتهم نشكر كده السياسية على الموجود الكبير اللي تعمل عشان هم يرجعون بالسلامة ونشكر الأجهزة التي تعاونت كلها عشان ترجعهم احنا شايفين دايماً إن كده السياسية بتهتم بالمواطن المصري إسكان في بلده أو خارج بلده وفعلاً ما سبوهمش لحظة واحدة وإحنا سبعين منهم النهاردة قديهم وكانوا بتعاملوا معاملة كويسة وقدين الجهات كلها كانت مهتمة بيهم عشان ترجعهم النهاردة لأسرهم عمدل على سلامتهم نشكر جميع الجهاز المعنية اللي توجهت من أول لنداء اللينا بإنقاذ الصيادين المحتجزين باليمن نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي لإهتمامهم بالصيادين وحل مشكلهم والاتصال بهم اتطمن عليهم هناك بنتوجه بخالص الشكر والعرفان للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لما بزله من جوه وحمل على عتقه كاهل عشرين صياداً مصرياً وأصر أن يأتوا إلى وطنهم وإلى بلادهم نشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي جزير الشكر على اللي عملوا معنا وجماعي الجهات السيارية اللي اهتموا بناء